موسيقى بعد سبعة أعوام منذ انتخاب الرئيس هذه رئيساً توافقياً للبلاد لإدارة المرحلة الانتقالية بعد الثورة الشعبية لم تعد التساؤلات تتوقف عند هل كان ذلك خياراً جيداً بل أصبح السؤال الآن هل لا يزال هذه محل ثقة للمضي قلماً برئاسته للبلاد موسيقى يقول المعارضون لهذه إنه لم يقم بشيء من المهمة التي كان يفترض القيام بها خلال المرحلة الانتقالية بل إن أداءه كان سبباً رئيسياً في المآلات التي وصلت إليها البلاد يتهم هؤلاء الرئيس هادي بأنه لا يأبه لشيء سوى مصير حكمه ولذلك يرون أن المرحلة لم تعد قادرة على تحمل تبعات بقاء هادي رئيساً لأنه بات من الواضح أن هزيمة ميليشيا الحوثي وحسم المعركة لصالح اليمنيين بل وبقاء اليمن كدولة ومجتمع غير ممكن إذا ما استمر رئيساً على الطرف المقابل يرى آخرون إنه من الظلم تحميل هذه المسؤولية عما حدث بالنظر إلى الوضع الذي كان قائماً لحظة وصوله إلى الحكم والذي لم يكن يسمح بتحقيق أي تقدم دون الحصول على النتائج التي حصلنا عليها يرى هؤلاء أن الحديث الآن عن التخلص من الرئيس هادي ليس سوى هدية مجانية لميليشيا الحوثي والمشاريع الأخرى المدعومة من الخارج وأن النظر إلى هادي لا يجب أن يرتكز حول شخصه بل في الشرعية ولذلك فإن بقاء هادي أكثر أهمية الآن من أي لحظة مضت بالنظر إلى التبعات الخطيرة التي تقف خلف دعوات تجاوز شرعيته لنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي رحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معكم بالسؤال المشترك بعد سبعة أعوام وأسألك إليك أستاذ مختار بعد سبعة أعوام هل لا يزال بالإمكان المراهنة على رئيس قضاء أكثر من نصف فترة حكم خارج البلد أستاذ مختار شكرا لنساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم والمشاهد الكرام جميعا لا شك أن الشعب اليمني يعرف ويعي جيدا الفترة الماضية وما حصل خلال الفترة الماضية خصوصا منذ 2014 من انقلاب اليمنيشيات الإنقلابية الحوثية وأيضا قبل ذلك ما حصل من انتقال السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله الصالح إلى الرئيس عبدالرب منصر هادي في 2012 في 21 فبراير 2012 الجميع يعرف أن المراكز النفوذية التي كانت تتحكم بالدولة والسلطة وكذلك الرئيس السابق بالجيش وكذلك بالدولة العميقة بالتالي حاول الرئيس عبدالرب منصر هادي وكذلك الحكومة التوافق الوطني بقيادة برئاسة باسندواء العمل لحل كثير من الإشكال يتلاح مشاريع متعددة ولعل بعضها كانت مشاريع إقليمية للقضاء على بعض القوات في اليمن وهو بالأصحة دعنا نتحدث بكل صراحة القضاء على ما يسمونه وهم بالإخوان المسلمين حزب الإصلاح وبعض القوات الأخرى ودعموا الحوثيين للقضاء على ثورة الشباب والقيام بثورة مضادة في اليمن وعرقلوا بذلك مسيرة الحوار الوطني وكذلك مسيرة إقرار الدستور والانطلاق نحو فترة جديدة وإنهاء الفترة الانتقالية بالتالي من المجحف أن يتم رمي كل ما حصل على شخص الرئيس هادي إذا كان هناك قصور فمشترك في هذا القصور إذا كان هناك إشكالية الجميع مشترك فيها بما فيها أحزاب سياسية ونخب وقبيلة وأطراب سياسية في الشمال الجميع شارك وأيضا لا ننسى القوى الإقليمية شاركت في الوصول إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه الآن فبالتالي لا يمكن أن نحمل ما حصل لشخص الرئيس هادي فقط الجميع مشترك بما وصلنا إليه اليوم دعني أنقل ذات التساؤل مع وضع اعتبار ما تفضلت به الآن إلى ضيف الآخر دكتور فيصل الحذيفي دكتور فيصل إذن هل لا يزال يعني بعد سبعة أعوام هل لا يزال بالإمكان المراهنة على رئيس قضى أكثر من نصف فترة حكمه خارج بلدي الأستاذ مختار يقول من المجحف أن يتم رمي كل ما حصل على ظهر الرئيس هادي مساء الخير لك وللضيف الكريم وللجمهور المتابعين والمتابعات في أرجاء الوطن اليمني والعربي والمتابع للشأن اليمني سأكون صريحا في إجابتي دون تجميل الرئيس على هادي باعتباره شخصية كانت نتاج سلطة قامت عليها ثورة شعبية هو رئيس خاسر من الأساس وهو خطأ كارثي كخيار سياسي من القوى السياسية ومن الثوار الذين قابلوا بهذا الحل لكن في سياق سؤالك هل بقاءه ممكنا أستطيع أقول بأن بقاءه كارثة ورحيله كارثة لأن الأوضاع في اليمن معقدة ومرتبطة بمصير بقائه للانتقال بشكل دستوري وقانوني وسياسي لا يخلق فراغا تسقط البلد بحروب أهلية ووضع قوى إقليمية ودولية يدها على اليمن بشكل كامل وإعادة اليمن إلى مجتمع ما قبل الدولة لكن ممكن نتحدث في هذا السياق عن ما هي الحلول الممكنة وإذا أتحتلي سأتحدث في هذا لا أدري هل السؤال قام أعطني نقاط أعطني رؤوس أقلام طبعا رؤوس أقلام قلنا بأن البلد مرتهنة كلها بيد رئيس تم الاستفتاء عليه وهو الوحيد من يمتلك الشرعية الشعبية وبالتالي بقاءه في ظل الفشل السياسي كارثة ورحيله ليحل الفراغ كارثة وبالتالي الخيارات الممكنة هو بقاء هادي رئيسا شكليا فقط والتوافق على شخصية وطنية نائبا لهادي يفوضه بكامل الصلاحيات ليقوم بمهام قيادة البلاد نحو بر الأمان هذا الاحتمال الأول الخيارة الأول الخير الثاني ضرورة فك ارتباط القوى السياسية المحلية ذات الوزن الثقيل والخفيف بعلاقتها مع الشرعية ومع دول التحالف لتمارس الضغط عليهما معا لتوقيه المسار باتقاه آخر باتقاه المصالح الوطنية وليس بالبقاء صامتين ونحن نسير إلى الهاوية رقم ثلاثة هناك إمكانية ولكنها عسيرة وهو تشكيل سلطات محلية بمرقعية شعبية اجتماعية تمتلك أو تنتزع سلطة القرار إلى الإرادة الشعبية دون الاتكال على شرعية متهالكة أداءها أصبح ضرورة من بقائها إذن هناك احتمالات الاحتمال الأول هو الأكثر صوابية وهو أنه يضغط على هذه لكي ينتخب أو يعين نائبا له شخصية وطنية وازنة يتراضى عليها الجميع وشخص غير مشبوه لمصلحة اليمن ويفوضه بكامل الصلاحية هذا ما هو حصل الآن وما هو ممكن أي أننا نبقي هذه ولكن تصبح السلطة تدار بيد شخص آخر بشكل شرعي وهو نائب لهذه ويفوضه بكامل الصلاحية طيب أعود إلى السيد مختار الرحبي السيد مختار يعني يتهم يتهم عفوا الرئيس هدي بأنه كان السبب الرئيس يعني أن تقول ليس الوحيد لكن في نهاية المطاف هو الرئيس الشرعي للبلد هو من استفتاه اليمنيون لأن يكون رئيسا وقائدا للمرحلة الانتقالية بعد الثورة الشعبية الشبابية بالنظر يعني وهم يقولون أنه السبب الرئيس لما حصل الآن بالنظر إلى أن أداءه كان سيئا أيضا وربما كان بشكل أو بآخر يقولون جزءا من مؤامرة لم تسر بشكل جيد لصالحه هذا الحديث يتكرر منذ سبعة أعوام وازداد بعد الانقلاب كيف تعلق عليه؟ أولا الفترة السابقة منذ 2012 الجميع يعرف أننا فترة توافقية بين جميع الأحزاب السياسية ولم يكن القرار هو قرار الرئيس فقط يعني هو القرار الأحد الذي يتخذه قرار رئيس فقط حتى بجلسة نواة تم التمديد له وفق المبادرة الخليجية بدأ التوافق بالتالي كانت القرارة والمواقف التي يصدرها الرئيس هي بالتوافق مع جميع الأحزاب والقوة السياسية لما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على نصف الحكومة بعد 2012 وأيضا الأحزاب الأخرى اللقاء المشترك ومكوناتها الأخرى حصلت على 50% من الحكومة بالتالي أنا هنا لا أدافع عن أخطاء ارتكبة هناك أخطاء ارتكبة سواء من الرئيس أو من الحكومة أو من الأحزاب السياسية لست في معرض الدفاع عن أحد لكن ضيفي الآخر يقول أن أداء الرئيس كارثي يعني لا يتحدث عن أخطاء يقول أن أداءه كارثي لكل شخص وجهة النظر وأنا أحترم كل وجهة النظر لكن أنا أقول لك أنه ما حدثت من 2012 منذ أن تولى الرئيس السلطة هو كان بالتوافق بالتالي أن نحمل الرئيس كل الأخطاء وكل الكوارث وأنه أداءه كان كارثي وأنه هو الذي يتحمل المسؤولية نوع من أننا نظلم الرئيس هذه بأنه هو الذي يتحمل المسؤولية يعني الأحزاب السلطة هي مشاركة في السلطة ومشاركة في الحكم والأحزاب القيادة الحزبية هم مستشارين للرئيس وأضافيها هي مستشارين للرئيس الجمهورية لماذا نحمل الرئيس هذه فقط كامل المسؤولية ونترك الأحزاب السياسية ونترك النخب ونترك القيادات سواء سياسية أو أسكرية أو غير ذلك نتركها ولا نحملها جزءا أقلش جزء من الكامل التي نعيشها اليوم لكن نقول أن الجميع مشترك بما حظلها وبما يحدث حتى اليوم من واقع بعيث يعيشه الشعب اليمنيين بالتالي من 2012 وحتى 2014 كانت مرحلة انتقالية توافقية تحدثت عن هذه المرحلة ماذا بعد 2014 وبعد أيضا التدخل العربي الذي جاء داعم لهذه الشرعية بطلب لم يطلب البرلمان تدخل العربي طلبه هذا نعم طلبه الرئيس هذه لأنه لم يكن هناك من مجال غير إنقاذ اليمن من الميليشيات الإنقلابية بعد أن استطاع الرئيس الإفلاس أو الخروج من صمعاه إلى مدينة عدن لم يكن هناك قوة تستطيع رجع الميليشيات الإنقلابية أو خوض معركة بالتالي الطلب بحد ذاته كانت أحد المنافذ التي يمكن أن نخرج منها من وضع الإنقلاب ومن وضع الميليشيات التي كانت تزحى في نحو المنافذ نحو اليمن بشكل عام بالتالي الطلب من حيث المبدأ هو أنا أعتقد أنه كان في مرحلة حرجة أن نطلب من الأشقاء في دول مجلس التعالي الخليجي أن يقفوا معنا وأن يساعدونا في استعادة الدولة وفي استعادة الجمهورية لكن لأسف الشديد أنه حتى التحالف العربي أباطلنا يعني مشكلة إلى المشاكل الأخرى كان هالهدف الأول هو استعادة الدولة لكن لأسف الشديد لن يتم استعادة الدولة ولم يتم إعادة الدولة إلى مدينة عدن وهي التي تم تحريرها مدى 2015 بل بالأسف من ذلك يتم منع الشرعية يتم منع الرئيس من العودة إلى مدينة عدن وهذه طبعا إشكاليات كثيرة يمكن الحديث أنها في سياقات أخرى طيب يعني أن تقول الدكتور فيصل أن تقول دكتور فيصل أن هذه كان كارثة وليس فقط سببا رئيسيا في كل ما يحدث الآن لكن بالنظر إلى الواقع ليس فقط كلام الأخ مختار رحبي الأستاذ مختار رحبي حول أن هناك دور أكبر من هذه هناك دول تحالف لجأ إليها أهادي عندما طلب تدخلها لكن تلعب دورا الآن خارج نطاق ما أعلن عنه من أهداف هل يمكن لرئيس يبدو مجردا من سلطات بالحقيقة مواجهة هذا الواقع المعقد وهذا الدور الخارجي الكبير دعنا نقارب المسألة من الجانب الدستوري والسياسي والأخلاقي أولاً ماذا تعني الشرعية؟ الشرعية ليست هادي الشرعية هي الإرادة الشعبية التي تنتخي ممثلها في السلطة وبالتالي الإرادة الشعبية هي من أستفتت على هذه لتجعله رئيساً في ظرفاً استثنائي وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأنه هادي هو الشرعية وإنما هادي هو ممثل الشرعية حتى لا نذهب بعيداً في الحديث رقم اثنين دعم الشرعية أو دعم السلطة الشرعية لا يعني إطلاقاً أن يسكت الشعب عن فسادها فساد القرار السياسي واضح هادي منذ أول لحظة كان يسيء قراره السياسي بترفيع الفاسدين بتعين الفاسدين بتشكيل لوبي بشكل مماثل لما كان يستخدمه صالح نقل السلطة جنوباً ليحتكرها في الجنوب في عشرته وقبيلته كما فعل صالح في سنحانه في ذماره في صنعه الوصول إلى السلطة هادي كيف وصل إلى السلطة؟ هل وصل بإرادته أم أكره على ذلك؟ فإذا كان وصل بإرادته فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل خطأ سياسي فهو من يمتلك القرار وهو من يمتلك تقويم المسارات السياسية وعليه تقع كامل المسؤولية وإذا كان أكره على استلام السلطة عند ذلك فقط يمكن أن نعفيه ونقول بأن غيره مسؤولاً أنا أوافق ضيفك الكريم بأن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤوليتها في موضوعين الموضوع الأول أنها تجاوزت الثورة الشعبية لتسمح بانتقال السلطة إلى شخص من النظام الذي ثار الشعب عليه لإسقاطه هذا الخطأ الأول الكارثي الخطأ الثاني وهي أنها صمتت عن أدائه دون اعتراض وبالتالي ساهمت مساهمة كبيرة بتجاوز كل الإرادة الشعبية الشعب عندما انتخب هادي لم ينتخبه من إجل إدخالها في حرب ولم يدخله من إجل إعادة موازنة القوى السياسية حتى يبقى في السلطة هادي خلال عامين من ترأسه وهي الفترة الشرعية الحقيقية من 12 إلى 2014 في كل خطاباته وأنا أرصدها ومثقها لم يذكر الثورة الشعبية أطلاقا أي أنه كان متوجس منها أن يشتغل لصالح النظام الذي أفرزه وليس للشعب الذي ثار ونقل إليه السلطة سلميا بعد 2014 حينما شعر بأنه استنفد حقه الشرعي والدستوري في البقاء في السلطة بدأ يغازل الثورة والإرادة الشعبية حتى يقبر الناس على أن يساندوا لأنه أصبح ضرورة فقلت سابقا بأن بقاءه ضرورة ورحله ضرورة هذه لعبة لعبة لا تصب في صالح الشعب اليمني إطلاقا وإنما تصب في بقائه محتكرا للقرار والسلطة وإجبار الآخر على التمسك ببقائه طيب أنقل هذه النقطة كما وردت منك دكتور أنقل هذه النقطة كما وردت للأستاذ الرحبي هذه لم يبقى من أجل اليمن بل يعمل من أجل بقائه في السلطة كيف ترد؟ يا أخي الأحداث المتلاحقة التي حدثت منذ 2012 و2014 وما حصل من تمديد في 2014 من مؤتمر الشوار كانت هناك تسارع مخيف للأحداث يعني بالتالي لا يمكن أن نتهم الرئيس أنه يحاول البقاء وللإشكاليات لكن الأحداث هي التي تسارعت وهي التي منحت الرئيس هذه الفرصة للبقاء حتى نصل إلى بر الأمان ونصل إلى فترة يمكن بعدها إقامة من ينتخبط رئاسي للرئاسية والرئيس تحدث أكثر من مرة أن الانتقالي ولا أغطط لاستمرار في السلطة بل بالعكس الوصول إلى مرحلة انتقالية بعد 2014 وبعد إقرار الدستور وبعد إقرار مخريات الحوار الوطني انتخابة بررمانية ذاهبين إلى انتخابة رئاسية لكن ما الذي حدث؟ ما الذي أوقعنا في هذه الأزمة؟ المليجية الإنقلابية بانقلابها عرقلت المسار الديمقراطي في اليمن المسار الديمقراطي والمسار الطبيعي الذي من المهم أن نعود إليه وهو الأوداء صنعات الانتخابات التنافسية بالنسبة لانتخابات بررمانية وكذلك رئاسية بالتالي إذا وصلنا إلى فترة استقرار الرئيس على هذه الفترة ولم نذهب إلى فترة إلى انتخابات بررمانية رئاسية بعد ذلك يمكن أن نفتهم الرئيس نقول أنه يخطط البقاء وأنه لا يريد الذهاب إلى انتخاب ووضع الراهن وما قبله في 2014 بفترة الانقلاب لا يمكن أن نقول أن الرئيس هو الذي يعني دعم نفسه وهو الذي دعم المليشية الإنقلابية على نفسه من أجل الاستمرار في السلطة اليوم نحن في فترة حرجة نحن في فترة صراعا على المليشية الإنقلابية التي انقلبت على الدولة ومؤسسات كيف لا يمكن كيف لا يمكن قول ذلك أستاذ الرحب يعني المتابع للشأن اليمنية تذكر المظاهرات التي خرجت تأييدا للشرعية في شهر ثمانية من عام 2014 عندما كان الرئيس هادفي عمران يتسلم المدينة ويقول أنها عادت إلى حضن الدولة من الحوثيين يعني ما حصل بالفعل أنه كان هناك خروج في قبل الانقلاب بفترة بسيطة وقبل أن يعني يقدم الرئيس الرئيس استقالتها هو الحكومة كان هناك بالفعل يعني التفاث شعبي كبير حول الرئيس وكذلك حول ضد الميليشيات لكن ما حصل في أمران وما حصل في الدخول إلى صنعاء ومن سلم المعسكرات الجمع يعرف يا أخي من الذي سلم المعسكرات ومن الذي سلمت دولة إلى الميليشيات الإنقلابية وهذه طبعا الجمع يعرفها ويعرف من الذي قاندها نعرف أيضا من الذي خذل الدولة وخذل الجمهورية بالتالي هذا سندعه للتاريخ ليتحدث بكل من ساهم في إسقاط وتسليم الدولة سندعه للتاريخ والتاريخ سيحكم عليه لكن دعني أقول لك أننا الآن في فترة حارجة ونحن الآن في معركة عسكرية لا نستطيع اليوم أن نتحدث عن نصارات سياسية والعودة إلى الانتخابات وتسليم السلطة في ظل وجود الميليشيات الانقلابية في العاصمة في ظل وجود أيضا ميليشيات أخرى في المناطق الجنوبية في ظل مشاريع صغيرة في ظل تدخلات من قبل الإمارات ومن بعض دول التحالف العربي في محاصلة الدولة في منافذ في فتح الموانئ في عادة فتح المطارات كل هذه الشكالية وإرهاصات يجب أن نتحدث عنها بكل شفافية من أجل حقيقة أن نوصف المشهد ولا نحمل الأشخاص فقط كامل مسؤولية هناك مسؤولية مختركة سواء على التحالف على الرئاسة على الحكومة على أحزاب السياسية على النقاط السياسية لكل مشتركة اليوم في الوضع الكارث الذي وصلنا إليه اليوم حتى على مستوى الحديث ومستوى يعني الحديث بشفافية أن ما يحدث في اليمن الآن هناك الكثير يعني على مستوى الحديث ليس من الحديث أن ما يحدث اليوم هناك مواربة هناك مغالطة على ما يحدث اليوم لكن هذا الوقع المعقد الذي تتحدث عنه سيد مختار مهما كان لا يمكن أن تنكر أن الرئيس كان يحصل على دعم محلي ودولي هو الأكبر لم يحدث اجتماع لمجلس الأمن خارج الأمم المتحدة إلى ذلك الوقت إلا حدث في اليمن لم يستفتي اليمنيون أحدا بالعدد الذي أعطى الشرعية للرئيس هادي أثناء في 21 فبراير تقريبا عام 2012 لكن مع ذلك كله لم يستخدم الرئيس هادي أي منهم في مواجهة مخططات النظام السابق نظام صالح وكذلك ميليشيات الحوثي أخيرا أنه بالفعل أن الرئيس هادي حصل على دعم دولي ودعم إقليمي لم يسبق له مثيل أعتقد على المستوى العربي والمستوى المحلي كان هناك دعم من مجلس الأمن من المجلس التعالي الخليجي ورأينا أنه في الاستفتاء كانت من دين ونصف الذين انتخبوا رئيس الجمهورية تقريبا إذا لم يتخلت ذاكرة بالعدد أيضا كان هناك خروج في الاستفتاءة الوطني رأينا المسيرات تملى العاصمة صنعاء وكان هناك بالفعل الاستفتاءة شعبي ووطني سياسية على مستوى النخب كان هناك الاستفتاءة حول الرئيس الجمهورية لكن قد تكون الأحداث التي حصلت أو المؤامرات التي حصلت أو التدخلات التي حصلت قد تكون أكبر منا جميعا وقد تكون أيضا ما حدث من دعم للثورة المضادة بقيادة الحوثيين قد يكون هذه المؤامرات قد تكون أكبر من سواء من الدولة والرئيس هذه أو الحكومة في ذلك الوقت لأنه الرئيس حينما استلم وهو تحدث قال أنا لم أستلم إلا العالم فقط لم أستلم دولة لم أستلم ديج لم أستلم بنك لم أستلم موازنة فهذه كلها قد تكون إرهاصات لما حصل بعد ذلك من انقلاب وإنهيار للدولة اليمنية بشكل عام في الشمال والجنوب دكتور فيصل مراك للأسف دائما نحن ننحاز إلى مالك السلطة ونتجاهل الشعب أنا عندما يصدر لي قرار وزير أو رئيس حكومة أو وكيل وزارة ماذا يعني هذا القال؟ التحيز لرئيس هو زائل وهو خادم لهذا الشعب وهو مخالف للإرادة الشعبية كل من انتخب في السلطة بإرادة شعبية ويخالف رغبة الإرادة الشعبية هو ساقط عنه الشرعية وهذه يمارس كل السياسة التي تسقط عنه الشرعية دعني أوصف الحال على عكس ما ذكر الضيف من خلال تعامل هذه مع أطرف ثلاثة الشعب الانقلابيين دول الإقليم والدول الكبرى كيف تعامل مع الشعب؟ أدار ظهره للشعب وبدأ يراهن على دعم الإقليم والدول الكبرى ولذلك من أول لحظة ظل السلفيون يقاتلون ستة أشهر بدون دعم الحكومي وهم إنما يدافعون عن الدولة وعن شرعية السلطة بغض النظر أختلفنا مع السلفين أما اتفقنا ومع ذلك أكبر وهم جزء من الشعب أكبر هادي السلفين بالانسحاب لفسح المجال للانقلاب بالاشتغال الشيء الثاني النقطة الثانية أصطفى الناس بغضب شديد بالملايين في شوارع صنعاء تحت مسمى للصفاف الوطني أدار ظهره هادي لهذا للصفاف وطمن الجميع وقال الوضع تحت السيطرة عن أي وضع تحت السيطرة يعني يتكلم بثقة سقطت عمران وكان الشعب يقاتل بشكل فردي بشكل شخصي أعلن هادي بأنه هذه هذه مواجهات بين مسلحين خارجين عن القانون وأن الجيش سيقف على الحياد أي جيش سيقف على الحياد المحمد ناصر أحمد وزير دفاع من حق رئيس هادي بالإرادة الشعبية أن يعزله وهو من سلم المعسكرات ولا يمكن أن يسلمها بدون توافق مع هادي لكي يعيد التوازن الذي يخلي صالح بقائه في السلطة تعاملوا مع الانقلابين إذن ما هدى لهم بسحب السلفين من صعدة؟ ما هدى لهم بإسقاط عمران؟ ما هدى لهم لبقاء للتجمهر عسكريا حول صنع من جميع الجيهات؟ ما هدى لهم بتسليم المعسكرات والسلاح؟ ثم فر هاربا طيب كيف تعامل مع الدول الإقلية؟ تعامل باعتبارها هي القوة التي يمكن أن تضمن بقاه في السلطة لذلك تواصل مع الرياض والإمارات بدعمه وكان يستجيب لأوامرهم دون أي اعتبار للدستور والقانون والمصالح الشعبية هدد القوى الوطنية باستخدام العصر الغليظة بالوصاية الدولية بحيث أي قوة ستعترض إنما سيدخلها ضمن المعرقلين وضمن القوى الإرهابية لذلك صمتت القوى السياسية في ذلك الوقت خوفا من إدخالها في هذا الجانب لذلك لم يكن من يكونوا غير بعض القوى التي كانت يخشنها حتى أن تقول دكتور أن التجاوز يعني عدم وجود هادف على رأس الشرعية الآن أيضا كارثة كما تقول وهناك من يتحدث عن ضرورة التجاوز هذه الآن وكأنها هذه فكرة ممكنة يعني من أين سيأتي هذا التجاوز في ظل الحرب والوضع الصعب الذي تعيشه البلاد والمعادلة المعقدة ما بين الإقليم ودول مجلس الأمن الدول المتواجدة في مجلس الأمن دائمة العضوية وكذلك بين الواقع بداخل اليمن الصعب جدا أنا أشرت سابقا في الإجابة على هذه الاحتمالة وقلت بأن مغادرة هادي كارثة وبقاءه كارثة ولكن هناك معالجات يمكن الالتجاء إليها المعالجة الأولى هي أن تضغط القوى السياسية والشعب اليمني بإبقاء هادي رئيسا شكليا وتسليم كامل صلاحيته لنائب رئيس وطني يتوافق عليه الجميع وشخصية يعني تكون نزيهة ولديها القدرة والكفاءة لتدير الدولة في هذه المرحلة ويعتبر هادي كرب الأسرة الذي يحجر عليه بربك يعني أنت عندما تستعد ولا التحالف لتدخل في اليمن سأعطيك مثل اذهب لاستيجار شقة لاستيجار شقة ماذا يطلب منك عندما تستأجر شقة يطلب منك عقد إيجار أنت عندما تستعد ولا التحالف بدون اتفاقية دولية أي كارثة هذه هذه حتى العميان يعرفنا كل الأميين في الوطن العربي والعالم عندما يؤجر شقته يبرم عقد إيجار مع الآخر أنت سلمت البلد برا جوا بحرا بمقرر الطلب شيك على بياض هذه كارثة الاحتمال الثاني قلنا وهي القوى السياسية ارتباطها مع الشرعية في الدعم ومع دعم دول التحالف وبالتالي إعادة صحيح المسار إذ لا يمكن التسليم بانتهاك السيادة الوطنية وبالدمار الحاصل وبالعبث يعني أنت سلطة شرعية عليك أخلاقيات وعندك موارد مالية إلى الآن لا يستلم الناس رواتبهم أكثر من ثلثين الموظفين سأعطيك مؤشرات قمة في الخطورة كانت ميزانية رواتب الموظفين حتى 2014 لا تتقاوز 70 مليار لجميع موظفية الدولة اليوم قز من الموظفين فقط مع إدارة المالية في عدن يتسلموا 120 مليار فقط رواتب كارثة وثلثين الموظفين لا زالوا لهم يستلموا هناك ارتفاع في العملة وإهدار هناك قواطر تدخل بالعملة المطبوعة وتذهب إلى منازل وإلى مخازن خارج إطار البنك المركزي أي كارثة هذه بالله رئيس دولة يتعامل مع شعبه بهذه الاستهانة ثم يذهب ليبقى في الرياض هل هذا عنده شعور وطني ألا يخجل من نفسه عندما يقرب لنفسه فريقا من الفاسدين وفريقا من المنتفعين ليقولوا أنه زعيم أي زعيم؟ هذا لا يصل حتى مدير بقالة هذا إنسان عديم الشعور بالوطنية كيف يترك وطنه أربع سنوات في الحرب والدمار والكوارث ويبقى في الرياض مطمئنا ويقول بأن الأمور إلى خير وكل من ذهب إليه ليقابله يكذب عليهم بشيء من الكلام كمان يكذب عليهم بصنعه ألا يخجل من نفسه وهو يبقى في الرياض كرئيس منفي بينما الإنقلابيين يعززون سلطانهم على الأرض ويعتبرون شرعية سلطة الأبرى الواقع هي أقوى وبالتالي الأمم المتحدة والدول الكبرى بدأت تعتبرهم كطرف موازن السلطة الشرعية لأنه أهمل الدعم الشعبي والدعم الإقليمي والدعم الدولي أنا إلى الآن أستغرب هل لهذا الرجل إحساس عندما يبقى في الرياض هو وفريقه من المنتفعين أكثر من خمسين ألف تنفق عليهم دول التحالف لأنه أكثر من 17 مليار دولار كما يعلنون أين هذه 17 مليار دولار؟ لا أثر لها على الواقع الاجتماعي لا على الجيش ولا على الإغاثة وعلى العمار ولا على التعويضات أي أنها نفقت على هؤلاء الناس من الفنادق حتى من يغسل أحذيتهم وينظف غرفهم هي تحسب على الخزينة العامة لليمن أو أنها دعم لليمنيين عن أي دعم؟ من دعم المقاومة في تعز هن النساء التي كنا يخبزنا الكعك والكيك والخوبز لجميع الجبهات هن من بعنا الذهب لكي يشترينا الذخيرة للمقاومين تعز انطلقت بالمقاومة وحفظت على نفسها بخمس ألف مقاوم وتركها نهبا واليوم تحررت نفسها بدافع ذاتي وبصلابة ذاتية ولكنها لم تساعد ولم تلطى القرار لتحرير نفسها وتخلص نفسها من الحصار توقيف الجبهات في الشريقة في الوازعية في البيضاء والآن ترك الفراغ للحوثيين في التشبث بالحديدة بإيقاف المعركة كيف يسمح لنفسه وفريقه السياسي أن يوقف المعركة يساعد بالحديدة ثم يذهب إلى التفاوض في السويد وهناك الكثير من من يتحدث على أن الرئيس هذا اسمح لي كان عليه أن يسترد الحديدة وهي أعقابة قوسة ثم يذهب إلى السويد يعني هذه الحرقة التي تتحدث بها دكتور فيصل يتحدث بها كثير من اليمنيين أيضا الذين يتهمون الرئيس هذا بأنه لا يتحرك إلا إذا رأى الضرر يقترب من كرسية أقول هذه النقطة إليك أستاذ مختار لماذا يعتقد هذه كما يبدو من خلال تصرفاته ويقول كثيرون أنه يعتقد أن اليمنيين سيصبرون طويلا عليه أولا تغيير المزاج الشعبي أو ما نسميه تغيير المزاج الشعبي بعد سبع سنوات من وصول الرئيس عبد الربو مصرهادي هو أعتقد أنه بتعل ما عايشوه وتعل ما يعيشه الشعب اليمني من أزمات ومن مشاكل ومن حرب ومن انقلاب ومن مشاريع داخلية وخارجية في اليمن أنا أعتقد أنه وضع طبيعي أن يتحدث الجميع بكل صراحة وشفاف هي بعيدا عن نيل من شخص رئيس الجمهورية لأنه الآن هو يمثل رأس الدولة وهو يمثل الرئيس الدولة والرئيس المعترب به دوليا ومحليا وإقلينيا بالتالي الانتقاد وكذلك تصحيح المسار والدعوة إلى تصحيح المسار والدعوة أيضا إلى معالجة كل الإشكاليات سواء المحلية والداخلية والخارجية أو أيضا ما يمس المواطن من دفع الرواتب من ما يعانيه الشعب اليمني من توفير الخدمات في الشمال وفي الجنوب وفي كافة المناطق وكذلك الحكومة مطلوبة في كل الخدمات وبإطلاح المسار الأخطاء التي تعاني منها الحكومة وتعاني منها المؤسسات الحكومية لكن دعني أقول لك أن الأحداث التي حدثت وكذلك الإشكاليات والحرب تجعلنا أن الرئيس حينما وصل إلى السلطة وبسأل ما حصل من إشكالية سواء في 2014 من انقلابه وما بعده يعني اليوم نقول أنه هل يمكن الرئيس أن يتحايل من أجل البقاء على السلطة هو الذي يدعم استمرار الحرب والبقاء في الحرب ما الذي يريده الذين يطالبون الرئيس الآن بالتنحي أو بالتركة السلطة ما الذي يريده البديل هو الميليشيات الإنقلابية الميليشيات تبحث عن أي فراغ بستوري من أجل تملاه هذه الميليشيات الإنقلابية ولأنها الآن هي سلطة أمر واقع موجودة في المناطق التي تسيطر عليها بالتالي خروج الرئيس أو خروج الحكومة هو منح هذه الميليشيات استمرارية للبقاء منحها مشروعية للحكم لأنها الآن تقول أننا نحن مسؤولين عن هذه المناطق وشعب اليمن يتقبلنا وهذا طبعا كلام غير صحيح نقول رب مصرهادي هو رئيس توافق وفور انتهاء المعارك التي نخوضها ضد الميليشيات الإنقلابية سيتم الوصول إلى مرحلة انتخابات برلمانية انتخابات رئاسية وسيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب والرئيس الذي سيأتي وفق هذه الانتخابات غير ذلك أنا أعتقد أنه تغير المزاج والحديث بسقف مرتفع وتحميل الرئيس أو الحكومة كافة الإشكاليات وبدون النظر إلى العوامل الداخلية وكذلك العوامل الخارجية من تدخلات ومن مشاريع ومناطق العين في المناطق الشمالية وفي المناطق الجنوبية لجل أن نقول أنه لا بد أن نتكلم بمنطق ويجب أن نضع النقاط على الحروف وأن لا نحمل أشخاص فقط هم كامل المسؤولية يعني سمعت هذا الكلام يا دكتور فيصل أليست بنهاية المطاف الشرعية هي الفضل التي يواجه فيها اليمنيون جميع الميليشيات ميليشيات الحوثي ميليشيات المجلس الانتقالي أليس الدولة الاتحادية أليست الدولة الاتحادية هي الحلم الذي يريده جميع اليمنيون هل هناك من هو مؤمن بالدولة الاتحادية مثل الرئيس عبد الربو منصور هذا الذي دوما ما يتحدث عنها يتحدث الرئيس هادي بما يريد أن يتحدث فهو كاذب بكل حديثه إنسان يضع بلده في هذه المآزق ثم يقول أنا استلمت علم مجرد خرقة هو ابن السلطة هو كان نائبا للرئيس علي عبدالله صالح 17 سنة هو يعرف الصعوبات ويعرف دوالب الحكم ويعرف الأسرار هو يعرف المداخل والمخارج من طلب منه أن يقبل سلطة وهو يعلم هذه الصعوبات لماذا يعمل نفسه فارس الفرسان وهو غير قدير بالفروسية لماذا ينازل صعوبات هو لا يقدر عليها لماذا يقبل أن يكون رئيسا يصل بالاستفتاء وليس بالانتخابة التنافسية كان عليه أن إذا كان يحب وطنه أن يرفض أن يصل إلى السلطة بالاستفتاء وحيدا حتى يكون شرعيته كاملة أو استحقاق كامل وكان على الأحزاب أن لا تقع بهذه الوقعة السوداء بأنها تقبل بنقل السلطة لشخصا من النظام السابق وشخصيته هزيلة ثم باستفتاء ماذا لو كان باسندو مثلا هو رئيس البلد هل تعتقد بأننا كنا سنمر بهذه الهاوية لو عينت حتى تربوي أو معلم أو أي موظف حكومي بمكان هادي في هذه اللحظة ربما لكان آداءه أفضل منه يحدثني مختار الرحبي عن الضغوطات الخارجية والداخلية والعوامل الأخرى من فعلها؟ أليس قرارته السيئة؟ من عين صالح العيسي في مكتب الرئاسة؟ كيف تعين تاجرا في مكتب الرئاسة؟ أي قبح هذا؟ يعني أنت تعين سمسار لكي يكسب لك مالا ويحقق لك توازن قوة ويضعف المجتمع من عين زمام مديرا للبنك المركزي وهو ذو رائحة فاسدة وإنسان قبيح فشل في المالية وهو أيضا مزور في درجته العلمية وفي قدرة يعادة من عين المقدشي؟ هل المقدشي بذمتك يصلح أن يكون وزير دفاع في هذه المرحلة التاريخية؟ يعين ابنه قائد لواء ويعين أقاربه من سنحان ومن ذمر قادة ألوية؟ ويعين هاشم الأحمر قائد المنطقة كارثة؟ من عمل هذه القرارات؟ من عين لنا قيادة الألوية الفاسدة؟ قيادة المناطق الفاسدة؟ المحافظين الفاسدين؟ بذمتك من عين شلال شائع الذي يساهم في قتل الناس في عدن؟ ثم ترسل الحكومة خطابا لمجلس الأم تشكو به؟ تقول والله هذا الرجل سيء من عينه؟ أي حكومة هذه التي تشكو بموظف لمجلس الأم وهي عينته؟ من عين عيد الروس الذي خلق بورة انفصالية في عدن؟ أليس هناك وطنين في عدن؟ أليس هناك وطنين في شبوة؟ في حضراموت؟ في المهرة؟ يعني عدم الوطنين ولا يوجد غير هذه الشلة من الفاسدين لكي يرفعها إلى جواره وحوله حتى يحكم كما يريد؟ اليمن وأي دولة أخرى إذا ما صعدت الصفوة المعتبرة إلى سدة الحكم فإنها ستعيد البناء بسرعة البر هذا ما حصل بإثيوبيا هذا ما حصل اليوم في الصومان هذا ما حصل في تركيا قبل عشر سنة هذا ما حصل في ماليزيا ما حصل في سنغفورة ما حصل في تايوان نخبة سياسية نظيفة عندها عقل وخيال وقدرة ومهارة قادرة أن تتحدى كل الصعوبات ثم تصنع المعجزات الرواندا الذين خرقوا بعد خمس سنوات حرب والسئصال اليوم تعتبر من أكبر الدول نظافة ونفقا وتعليما ورقيا نقول ظروف داخلية وخارجية عجزة عن هذه هو الذي صنعها أنت تعين أفسد الفاسدين ثم تريد أن تحكم بهم أنت تراهن كمن يراهن في سباق الخيول بحمار ويختارنا الحمير لكي يتسابقوا في مسابقة أحصنة خيالة هذه كل أدواته المنتقة كل قرارته السياسية وهو المحتكر القرار السياسي اليوم والمحتكر للسلطة والمحتكر بالشرعية وهو من انقلب على الالتزامات سأعطيك مؤشر قانون يد السوري أرجو أن لا تقاطعني مؤتمر الحوار الوطني قرر بأنه تتقاسم الشمال والقنوب 50% مع أنه القنوب 5 مليون والشمال 25 مليون رضينا بالهم والهم ما رضي بينا اليوم نقل السلطة جنوبيا بنسبة 90% شوف كم عدد السفراء من الشمال والوزراء من الشمال في الحكومة طيب ليس هذا انظر الخارجية صانعة القرار السياسي وزير الخارجية جنوبي مندوب اليمن الدام في الأمم المتحدة جنوبي سفير اليمن للولايات المتحدة الأمريكية جنوبي يعني ماذا أبقى؟ هذا كارثة بيتم معنا الكلمة ويتحدث عن عدالة وثروة ودولة اتحادية هذه كلها مسميات وشعارات لا تنفع على لقل احترم الاتفاقة التي وصلت بها إلى السلطة الاتفاقة التي وصلت إلى السلطة حكومة تناصف بالتوافق بين الأفعال على لقل التي تؤهد الشرعية ورئيس حكومة من المعارضة وله كامل الصلاحية وأنت حكم فيما بينهم وتعيد تفعيل البرلمان لم يفعل البرلمان والمحدث له رقابة واليوم البرلمان يشترى بأموال سعودية حتى إلى موقعة اتفاقية تحت الطاولة يتم تصويت عليها دون علم هناك كوارث أنا تريد أن نحدثك عن الكوارث المحتملة حتى يفهم الشعب اليمني دعني أنتقل دعني أنتقل بسؤال أخير لضيفي مختار قبل أن أعود أستاذ الرحبي قبل أن أعود إليك وأختم معك دكتور إلى متى سيستمر هذا الوضع أستاذ الرحبي إلى متى سيظل هذه في الخارج متى سيعود الرئيس الجمهوري أعلن أكثر من مرة أنه هو والحكومة سيعودون ولكن إلى الداخل طبعا وهو عاد أكثر من مرة لكن ما يحدث في مدينة عدن وهي العاصمة التي كان من المفترض أن تحتوي كافة القيادات الحكومية من سياسية وأسكرية وقتصادية وغيرها أصبحت ميليشيات خارج إطار الدولة وخارج إطار سلطة الرئيس هادي والحكومة الشرعية حتى إمرت دولة الإمارات أصبح وجود الحكومة والوزراء والرئيس خطرا عليهم وعلى أيضا على استمرار مناطق بالتالي طالما أن الوضع ما يزال في المناطق الجنوبية التي تم تحريرها طالما أن الإمارات استمرت في التحكم بهذه طيب من سيصلح هذا الوضع؟ هل سيصلحه الشعب؟ عبر هذه التشكيلات؟ طبعا يصلح هذا الوضع في حال أنه تم مواجهة الإمارات وكذلك التحالف العربي في إصلاح ما يحدث وأيضا بمواجهتهم بالمشاريع التي لم تكن ضمن أهداف التحالف العربي من السيطرة على الموانع وكذلك إن شاء ميليشيات لاستبع الدولة بمصارحاتها أو بالحديث بعد ذلك أمام الشعب اليمني أن قد تكون متوازي كارثة الحوثيين في المناطق وبعد ذلك يمكن أن يستمع الحديث عن حلول لهذه الإشكاليات دكتور فيصل في نصف دقيقة ما الذي يريده اليمنيون من هذه الأنة؟ اليمنيون ماذا يريدون من هذه؟ يريدون أن يكون رئيساً دو السوريان يحكم وفق القانون وأن لا يحكم وفق مزاقه للبقاء في السلطة نحن اليوم كيمنيين لا أخفيك بأنه لدينا نكبتين نكبة بإرادة شعبية وهي انتخاب هادي في 21 فبراير ونكبة بالقهر والانقلاب في 21 سبتمبر الذي أحدثها الانقلابين وتحالف الانقلاب عفاش الحوثي لكن هناك مخاطر ينبغي الإشارة إليها وأرجو أن تسمح لي معلش في نصف دقيقة الناس لا ينتبهون إليها ماذا لو ما تهادي؟ يعني زواله أيضاً موته في خطر ولم نحسب لذلك حساب ماذا لو تم الضغط الشعبي على دول التحالف وانسحبت دون التزام بالتعويضات وبالإعمار وبالتنمية وبالسعادة الدولة ماذا لو انسحبت وعادت لتدعم الحوثيين؟ ماذا لو أصبحت تدخل الدولي المباشر كأطماع في السواحل اليمنية كروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ما الذي سيمنعهم في ظل هذا الضعف؟ إذا كانت الإمارات وهي دولة قزمة تعبث باليمن من أعطى السيادة في القرار للإمارات التي تعبث بالأمن في اليمن؟ ومكنهم منها أليس هذه؟ كيف سمعهم بأن يتدخلوا دون اشتراط على أن يكونوا تابعين لسلطة الشرعية وليس السلطة الشرعية تابعة لهم؟ أشكرك إذن دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة كنت معنا عبر الهاتف انتعز وهذه أسئلة مهمة بكل تأكيد الشكر موصول لك الأستاذ مختار الراحة بمستشار وزارة الإعلام كنت معنا عبر الهاتف من الرياض كما والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصار في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحية طاقمي العمل الفني والتحريري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر